أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نعلم أن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد معين بأنه من أهل النار لأنهم لا يعلمون بماذا ختم الله له به والسؤال هل نستطيع أن نحكم على المرتد الذي استتيب ولم يتب ثم قتل مرتدا أنه من أهل النار نعم نحكم عليه بأنه مات على الردة وأنه قتل مرتدا نطبق عليه حد الدنيا حكم الدنيا أما حكمه في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نقول أنه مرتد وأنه قتل مرتدا وأبا أن يتوب نعم